في ناس بنشوفها بالالوان وناس جواها مش بيبان وناس اسود وناس ابيض وناس محتاجة بس امان واكتر ناس بتقمنهم ما يجي الجرح غير منهم وناس انت بعيد عنهم بتنسى معاهم الاحزان واحنا ببرنامجنا بنحاول ندور على احسن ناس واحسن احساس واحسن طاقة وهي طاقة امل مساء الخير مساء السعادة مساء التفاؤل مساء كل حاجة جميلة كل حاجة جميلة يا امل اكيد انت متفعلة اوي كده ليه على يقين من ربنا ان كل حاجة صعبة بتعدي وان الخير قاد رب الخير لا يأتي الا بالخير لازم يكون عندنا طاقة الامل دايما اهلا بكم اعزائي المشاهدين نورتوني وحشتوني في برنامج طاقة امل برنامجنا النهاردة غاني جدا متنوع جدا يشمل فقرات طبية فقرات فنية فقرات ارشادية بس اسمحولي قبل ما نبتدي فقرات البرنامج حرد على سؤال صغير لاحد المشاهدين الحقيقة المشاهد بيقول لي ايه بما ان اسم برنامج طاقة امل ممكن تقوليلي ازاي نقدر نتعامل مع الناس في الشارع اليومين دول قلت له يعني ايه قال لي الناس بقت متحفزة للعنف جدا اليومين دول كل واحد مش طايق نفسه كل واحد عايزي تخانق ازاي نتعامل مع الناس اليومين دول وانا حرده واقوله بكل بساطة كلنا عارفين قانون الجاذبية الارضية اللي اكتشفه اسحاق نيوتن وعارفين ازاي ان هو مهم علشان ثبات الكائن اي كائن ايا كان على سطح الارض في قانون لا يقل اهمية عن قانون الجاذبية الارضية الا وهو قانون التغافل القانون ده مهم جدا فن التغافل يعني ايه قانون التغافل يا امل هقولك يعني ايه يعني طنش قانون التناش يعني قبر دماغك ايه الكلام ده اول مرة عرف ان التناش ده يلوه قانون لا ده فن ومش انا اللي بقول كده اللي بيقول كده علمائنا والشيخنا اقولك زي مين الامام ابن حنبل قال ايه لا تدقك تسعة اعشار العافية في التغافل دكتورنا العظيم الدكتور عمر عبد الكافي الدعية الاسلامي قال ايه فن للتغافل فن يجب دراسته ويجب تطبيقه الشيخ حسن العطيق قال لنا حاجه تانيه اجعل لمن اراد السعاده اجعل التغافل طاعة وعباده واحد الشيوخ الاخرين من السعودية يقول ايه فن التغافل يجب اتقانه للاسكياء فقط ايه ده ايه ده الكلام ده كبير قوي قوي معنى كده عايزه تقوليلي ان التناش ده مهم اقوله لا التناش في الاستفزاز التناش في اي حاجه تقلل من مقدارك التناش في اي حاجه تفقدك الثقة في نفسك لكن التناش في العمل مرفوض التناش في النجاح مرفوض التناش في اي حاجه تقدمك لقدام مرفوض طيب هرجع اقولكم معنى كده ان احنا لينا منهج للتغافل هقول ولا منهج ولا غيره هو التغافل فن لازم نعود نفسنا عليه ليه لانه هيحمينا و هيحمي اعصابنا من اللي عنده سكر اللي عنده ضغط اللي عنده حالة نفسية اللي عنده قولون عصبي احنا بنعالج نفسنا بنفسنا طيب معنى كده اني انا عصبي جدا يا دكتورة ما بعرفش امسك اعصابي كلما يحد يجي تكلمني ممكن اتنرفز ما قدرش امسك اعصابي خالص تنصحيني بايه هقوله الغضب لاوعي الشعر بين الوعي واللاوعي لازم تقطعها طب اقطعها باي يا دكتورة بحاجة واحدة تغمض عينك وتستغفر استغفر عشرين مرة هتهدى هتفصل الغضب هتعيش بلحظة الوعي هتتغلب على الغضب تغافلوا وتعلموا فن التغافل يا سادة طنشهم وارجع اقولها بلغة الفيسبوك وبلغة النت وبلغة الشباب الشباب بتعنى التغافل وفن التغافل بيقول لنا ايه فن التطنيش لمن اراد ان يعيش ارجو ان تكون الرسالة وصلت وارجو ان اكون جاوبت على السؤال اعزائي المشاهدين النهاردة هنبتدي بفقره اللي هي فقره طبية هنتكلم فيها عن ايه عن اللهو الخفي ايه اللهو الخفي ده انت النهاردة بتتكلم كلام كله الغاز لأ هنتكلم عن كورونا هنتكلم عن كوفيد ما هو يعتبر له خفي كل شوية يتحور كل شوية نطلع من نوع يطلع علينا نوع طب احنا ازاي نقدر نتصرف معاه اللي حيرشدنا لده مين هيصوريني ان انا استضيف النهاردة دكتورتنا الدكتورة العزيزة علينا الدكتورة رندا ياسين دكتورة مكريليوس طب جراحة جامعة طنطة واستاذ الجراحة في مستشفيات طنطة وقفر الزياد اهلا وسهلا يا دكتورة ونورتيني اهلا وسهلا حضرتك في تحدي حترشدينا ايه اخبار الكورونا احنا وصلنا لغاية فين من الكورونا وضعها ايه ااوة احنا خلاص في الموجة الرابعة عدنا كتير خالص احنا في الموجة الرابعةligh chciaaky حمد رؤية رؤية الكورونا بدأت قل في الموجة دي خلاص ياريت الصوت يا دكتورة عشان أنا مستمعيكي أستاذة الكورونا فضلي أحنا دروية حاليا في الموجة الرابعة طيب أنا هستسمع سيادتك وحنيجي عشان نشوف تحدي الكورونا بس بعد الفاصل فاصل ونعود ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل إحنا وقفنا عايزين نشوف أخبار الكورونا إيه وصلنا الغدفن في الكورونا ويصوريني أن أنا أرحب أستاذتنا الدكتورة رندا ياسين أهلا يا دكتورة وإزاي حضرتك وإزاي صاحبك منوران يا دكتورة بس يا دكتورة أنا بمشي في الشارع بلاي مفيش كبامة مفيش أي إجراءات احترازية أنا مش عارفة هي كورونا خلصت وده الكورونا إيه دلوقتي يا دكتورة أفيديني إحنا وصلنا الغدفن أول حاجة إحنا دلوقتي وصلنا بمرحلة التعيش مع الكورونا خلاص تعيشنا معي بقت حاجة أساسية معينا كان الأول أول ما بدأت الكورونا كان يجي العيان لأ ده أنا عطاست لأ ده أنا كحيت الحاجات اللي هي كانت طبيعية دلوقتي كان بيشك فيه دلوقتي خلاص استخدنا مدى بقلنا سنين معاها دلوقتي دخلنا في سنة ونص أو ما تقارب من سنتين بقت موجة بتجر موجة ورد تانية لحد ما دلوقتي بقينا في الموجة الرابعة الموجة الرابعة الحمد لله دلوقتي بدأت في الانحضار شوية يعني زروة الموجة بدأت تقل شوية بس لسه برضو يعني الخوف من الكمامة لا مش هنودي مدارس مش هنودي دروس لا مش هنخرج في أماكن زحمة كل ده لا ما بقاش موجود يعني دلوقتي بقى فيه حركة فيه ناس بتتعامل فيه ناس بتتعايش معاها لا أنا خلاص أنا مش هوقف حالتي على كده لا أنا لازم أطلع وأخرج لازم أروح واجي أنا خلاص أنا تأثرت الفترة اللي فتت مش هتأثر تاني وخلاص بقى الناس خلاص يعني إيه بقى معتقدة ديني شوية لعمر واحد بقى والرب واحد ومكملين من غير كما ميت طيب يا دكتورة فيه سؤال بيطرح نفسه أخبار التطعيم إيه ناخد التطعيم ولا بناخدوش وأنواع التطعيم اللي إحنا تايهين ما بينها فيه ناس بيبقوا عايزين يسافروا برا مش عارفين ياخدوا أنهي نوع تطعيم لإن فيه حاجات بتتطلب من الدول برا على أساس فيقدر يسافر فياريت في دينا الحل هيبقى إيه طميم حضرتك ترحت نقطة مهمة جدا هي نقطة التطعيم التطعيم ده ليه كذا طريق أول حاجة إحنا عايزين نطعم ليه عشان نعمل حاجة اسمها اللي إحنا خلاص منيجي على دورة حياة الفيروس إحنا منقطعها عشان ما تكملش مننقلش الفيروس تاني لحد تاني فدي فايدة التطعيم فيه ناس تقولك طب أنا هدي تطعيم ليه أخد تطعيم ليه وأنا مش عارف العلاج حلو ده سؤال حلو برضو بس إحنا ليه بنعمل كده أحنا بنعمل كده عشان حاجة واحدة إحنا ما نعرضش الأجالة التانية لنفس الفيروس ده تاني فإحنا منقطع دورة حياته طب دلوقتي بقى نقول هناخد التطعيم ولا مش هنقضل هناخده تطعيم أساسي أساس فيه عندنا كم تطعيم في مصر عندنا خمسة المتاحين حاليا خمسة خمس تطعيمات طبعا أول حاجة نزلت السو اللي هو سينوفورم بعدها نزلت بس تقسينكا ده صيني فيه حاجة كمان سينين نزلت ليه اسمها سينوفاك تمام تمام إلا كلما دول بسيطة قوي اللي ممكن تقولك المسحة بس أساسي لا بس المعظم يعني ما كانش بالتسعة وتسعين ومصف في المية لازم التطعيم تمام إيه بقى اللي هيفيد للناس بقى طبعا في يام الكورونا الناس كتير تأثرت ناس كانت تيجي طبعا فترة تحاضر في السفر بتاحهم آه طبعا تأثروا جدا أولا كان فيه حاضر كانش فيه سفر دي أول حاجة أكيد ثانيا الناس بيزها تأثرت وفيه ناس ما تجدد لهاش فكده الدنيا وقفت معاها فيه ناس بقى تاني كدت كل حاجة متاحة وخلاص عايز يسافر وقف على التطعيم لأن احنا عندنا فيه كل التطعيمات جراتين معدل الموجودين في مصر جراتين معدل هو الجونسون الجونسون ده الوحيد اللي هو واندوز بس ما فيهوش هو جرعة واحدة جرعة واحدة فده أنقص ناس كتير مهداه أكتر حاجة مفيدة بالنسبة للمسافر برنا ايوه فعلا دي أكتر حاجة أصبح كانوا بيقولهم أسترزينيكا اللي هو الانيليزي أعتقد اوه لا هو بس ايوه النقطة في أسترزينيكا هو كويس جدا يعني يعتبر أكتر تطعيم فعيل يعني أكتر الناس بتآمن أكتر حاجة تفعلت بره كمي تمام بس النقطة اللي ما بين الفيرس دوز والساكن دوز تلات شهور الجرعة الأولى والجرعة التانية قال لي ايه؟ تلات شهور ده كده يبقى خلاص مش هنسافر هو لازم علشان السافر يكونوا أخذ الجرعتين طبعا دي مشكلة كبيرة يا دكتورة مشكلة كبيرة عايزين نوعي الناس ونلفت نظرهم لنقطة زي دي هي النقطة في حاجة لنفيه ناس كانت مسافر مثلا سي نواكة مسافر دولة أوروبية أو عربية ونزل هو عارف ان الدنيا فيها مشكلة لو كنت استنايت شوية كانت الدنيا ممكن تزبط أو تبند بس الناس كانت مستعجلة على النزول على الرجوع احنا في وباق ومش عارفين الدنيا فيها ايه أهلينا عايزين نشوفهم كانهم بيغتنم الوقت بسرعة لما رجع بقى وعايز يرجع تاني هدي كانت المشكلة لان فيه ناس في فترة فيصل كده غيبوا ما يتقرب من تمام شهور أو تسع شهور كان فعلا فيها مشكلة فترة الحاضرة مكانش فيه تقيرون لا رايح ولا جاي مكانش فيه تطعمات مكانش لسه تفعلت تطعمات أصلا كانت المسحة معوزة من نسك بتطلع إيجابي لان المسحة على رغم ان هي فعلا فعلا هي الحاجة الوحيدة المؤكدة للفيروس سواء فيه أو مفيش على رغم برضو فيها نسبة خطأ تمام فيه ناس بتاخد التطعيم وبتروح تعمل المسحة وبتطلع لقدر الله إيجابي دي مشكلة برضو فيه ناس بتعمل المسحة واثنين وثلاثة متتالين وبردو بتطلع إيجابي تطلع تطلع كده بيروح عليهم مستفر يا دكتور فيه ناس كتير روح عليها فعلا وده كنا مشفوه قدامنا في المستشفى كان يجي قولنا طب أنا هعمل إيه طب أنا عايزة سيفر طب أنا الفيزة بتاعتي قدامها عشر تيام ده أنا عمل ثلاث مساحات متتالية وعلى حسابي وفي الآخر مساحات طلعت إيجابي طب أنا هكمل كده طب أنا هعمل كده فدي كت مشكلة بس المشكلة دي كت مشكلة علامية يعني مش عندنا في مصر بس ولا في أي دولة بس دي كت مشكلة وأنت مش عارفة تعمليه حاجة خاصة يعني دي إجراءات احترازية يعني اللي رايح له فعلا دي مشكلة واللي طالعنا عنده برض بتيوب مشكلة بس بقى يعني حاليا بدأت الدنيا نوعا ما بدأت الدنيا تفتح شوية تدريجي بدأت الدول كتير عملت يعني السعودية من فترة خلاص بدأت الدنيا تزويت معاها وبدأوا رحلاتهم ودنياتهم عادي خالص ده حلو قوي بالنسبة بقى التطعيم بقى فيه ناس بقى بتبقى متخوفة يعني مثلا لأ طب انا هاخد تطعيم ده فيه أعراض تمام احنا بنضي تطعيم لطفك انا كنت حاسأل ده سؤالي اللي كان هقوله لحضرتك اللي ياخد تطعيم قبل ما يروح يتطعم انا راح أتطعمه تنصحي بايه ان احنا المفروض نعمله قبل ما روح أخد التطعيم احشاد الأعراض الجانبية يا دي حاجة وفيه حاجة بقى ده تعتبر بتحسيها من سنس الشغل طب احنا دلوقتي فيه حد راح يتطعم وجي تعبين تمام لا والله انا ما كانش عندي مشكلة بس تمام انت لو بتطعم طفله صغير مش بيسخن مش بيتعب يبقى ياخد حاجة مسكنة وحاجة خفضة حرارة قبل ما يروح ياخده حلوة أول فيه تحاليه بقى ممكن للإنسان يعمله ممكن اللي هو شخص اللي راح يعمل التطعيم ده ياخده دلوقتي يعمل التحاليل دي لا ده كده هيبقى لود على الشخص وهيبقى مصريف ماشي تمام بس لو انت دخلت في دوامة التفكير اللي انا مصاب كورونا ولا لأ لا ساعة هتحس لأ عادي هعملها طب اعمل تطعيم ايه وانا عايز اتكلم بالبلدي يعني انا دلوقتي راح اخد تطعيم وعايز اتجنب اي اعراض جانبية مثلا جلطة اخاف من حدوث جلطة نعمل تحليل ايه ايه اللي تنصح بيه طبعا اول حاجة لو انت عندك هستوري او تاريخ مرضي قديم لجلطة مريض سكر مريض قلب الحاجات دي كلها مريض ضغطة حتى احنا فيه يعني من استبعد الأسترزينيكا شوي لو انت اصررت عليه او جيه الدور عليك اللي انت لازم تاخده او انت عشان الموتور اللي انت تسافر او حاجة لانه وده اللي اعتبر فعال حليل الصفر انه جونسل مش موجود دلوقتي في فايزور كمان بس في فايزور مشاكله كتيرة مش عايزين نتكلم فيه علشان عايز ظروف خاصة في التلاجة والكلام ده خلينا في استرزينيكا هو فيه ميزة وفيه عيد ميزة نوافعة جدا ما شاء الله التاكة اللي طلعت منه بقى اللي هو اي حور بجلطات نعمل ايه بقى علشان واحنا رايحين نبقى مأمينين نفسنا بياخد قبلها بأسبوع حاجة لسيولة تمام؟ اه يعني ابسط حاجة خالص أسبوع 75 ياخد قرص الصبح أو قرص بالليل يعني مرة واحدة في اليوم يجي بقى قبلها مثلا لو حد بقى عنده الدنيا بايزة قوي والدنيا فيها مشكلة لا يا ريتي يبقى بحاجة زي كده يعمل تحليل دي دايمر قبل ما يروح وشوف مادة الدنيا عنده فيها ايه برسروم بن طايمه الحاجات دي كلها دي اسمها تحليل لما تروح تعملها لا هي تعتبر اساسا من تحليل الكورونا يعني احنا ممكن والحالة ده خليلي انا ممكن نطفل منها تحليل زي كده تمام؟ بالاضافة اللي احنا منطلق كمان تحليل كورديك مش هنفتح الدنيا على العيان او على شخص اللي هورك هو رايح ياخد تطعيم عشان يبقى كويس ياخد تطعيم عشان يتعامل بأمين بس التطعيم لو فدنا بالنسبة خمسين في المية فيه خمسين في المية على شخص نفسه فيه توقع طبعا طبعا ما هو من هنا احنا بنتطر نلازم نفوق نفسنا احنا نتبع الإجراءات الاحترازية الكمامة الكله بقى إلحها دلوقتي محدش ملتزم بيها الزحام الغير طبيعي احنا ماشيين ببركة دعا الولدين يا دكتور للأسف احنا لازم نفوق لان احنا داخلين على فترة الشتاء وانخفاض درجة الحرارة وفيه توقعات بزيادة في الكورونا والإصابة بها طب اجي بقى الحاجة مهمة لكل أم أطفالنا اللي بينزل يروحوا مدارس وحضانات وفيه دلوقتي تجمعات بالنسبة لأطفالنا تنسحينا بايه اللي ممكن ان احنا نعمله علشان خاطئ نحمي أطفالنا أول حاجة هو فيه نقطة باعة بتبقى نقطة فيصل كده ما بنحنتين طب انا هنزل مدرسة ولا مش هنزله هوادي ولا مش هوادي طب انا هقعد الولاد في البيت طب الطفل أساسا فقد اللغة بتاعت الشارع وغط المدرسة الاجتماع الريد ده كلهم مش موجود طب نعمل ايه بقى واحد اتنين تلات أديوه واحد عايزة تلات حاجات بس أهم حاجة الارشادات اللي انت تبينيها لطفلك أول حاجة أدواته الشخصية أول حاجة الكمامة تاني حاجة أدواته الشخصية زي ما هي معي طالت حاجة بتغذية السليمة من الأم في البيت بس بس ما نديش أدوية ولا أي حاجة الفيتاميز كويسة وتديها للطفل وكل حاجة بتساعد مش وحشة بس انت لو اهتمتي بالتغذية السليمة في البيت مش هتحتاجي الحقيقة يا دكتورة لو قعدنا من النهاردة البقرة نتكلم على الكورونا مش هنخلص عايزين وقت وعايزين برنامج فوق البرنامج الوقت عدى بسرعة مع حضرتك قوي 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 بس احنا استفدنا وحتيوعدين بلقاء مرة أخرى إن شاء الله لان لغاية لما ربنا يزيح هذه الغمة عننا وعن أمة المسلمين جميعا حضرتك نورتينا يا دكتورة وسعيدة جدا بتشريف لنا الأستاذ الدكتورة رندا ياسين وأستاذ الجراحة العامة والبطنة بجامعات طنطة ألف ألف شكر أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل على السريع والفقرة القادمة بإذن الله فقرة فنية هي هتتكلم عن نفسها هي موهبة بس موهبة من نوع تاني هنطلع فاصل إذا سمحتوا منوروني بوجودكم معايا فاصل